طبعا خطوة جيدة يبدأ هذا المشروع لأنه فيه واردات تعزز واردات الدولة الأخرى النفطية وبالتالي يجب أن تنوع الواردات ويجب علينا أن نحن اليوم في العراق كحكومة أن نؤمن طرق العبور التي تربط العراق بالدول المجاورة عن طريق هذه المنافذ حتى يمكن أن تمر البضاعة بطريقة ترانزيت صحيح وأمين لأنه لا سامح الله إذا تعرضت العجلات الناقلة إلى هذه البضاعة إلى عمل سوف تؤثر طبعا وأكيد ستتوقف هذه العمليات اليوم كالجنة أمن ودفاع ندعم هذا المشروع ويكون متابعة مع مندير المنافذ لكي نوصل رسالة أن الأجهزة الأمنية يجب أن تحمي كل المنافذ الحدودية التي تمر بها هذه البضاعة عن طريق الترانزيت طبعا هذا المشروع سيكون لنا به فوائد كثيرة من أيدي عاملة من فنادق من عملة صعبة ستأتي للعراق لكن يحتاج مثل ما تفضلوا الأخوة البنية التحتية يجب أن يبدأ العمل بها بصورة جيدة وخاصة في المنافذ التي ترتبط بها هذه الدول كمنفذ صفوان يعني يحتاج إلى عائدة تهيل سريع وربط الخطوط حتى يمكن عندما تمر أي بضاعة هنا تمر بطريق أمين وسالك لأنه أنتم تعلمون للأسف الشديد منذ فترة طويلة هذه المنافذ لم يعمل بالبنية التحتية وبالتالي بقيت على الطرق القديمة واليوم عندما نريد أن نطور العراق أن يرتبط بدول أخرى يجب علينا أن نقوم بعمل جبار من أجل أن تكون لدينا واردات أخرى إضافة إلى الواردات النفطية حتى يمكن أن نوصل رسالة ونحن مقبلين على ميناء الفاو الكبير الذي سوف يربط طبقا الجنوب عن طريق الحرير بتركيا ترجمة نانسي قنقر